اشتركوا في القناة انا ما اجيب البلح او الاراسي اللي استعملها اتأكد انها ما يكونش عجوة ما تكونش طرية جدا وعلشان البلح تمالي بتمسك فيه او بتبقى ما بجي عجينه هيبقى محتاج ان هو يفضل حتة صغيرة فباجي اجيب الميا اللي انا هستخدمها كمية الميا اللي هستخدمها وبنقع فيها البلح بحط الميا هنا في البلح وبعد كده اخد الميا ديت وحطها على العجينة فاسبها شوية وانقحها وبعدين نرجع لها لما نحط بقية المكونات هنا بجيب البيض اللي انا هستعمله بجيب بيضة وهخفقها وهستعمل معها جبنة ولو الجبنة اللي مش عندي لو انا جبت جبنة ريكوتة ما كانش عندي جبنة ريكوتة انا استعملت جبنة هنا ممكن اجيب جبنة حلوم وبحطها في مياه اشيل كل الملح اللي فيها وممكن اخط عليه شوية سكر بودرة وبعد كده بحط عليها السكر والسكر اللي انا كنت طالبه كنت طالب أو في المقادير اللي انتوا هتشوفوها كان مكتوب سكر بني ففيه طريقتين أممكن أحط السكر وحط عسل سود أو لو حبيت أعمل السكر بتاعي سكر بني بكيب معلقة بديهنها بزيت صغير يعني بحط بس يا دوبك زيت مش بحط كمية زيت كبيرة علشان أما أجي أخذ السكر الزيت العسل اللي أنا عايزه إذا كان عسل سود أو عسل نحل في الحالة دي أنا بستعمل عسل سود عشان أعمل السكر البني أما بنزل العسل من المعلقة ما بيقاش فيه أي حاجة هنا في المعلقة في حين أنا لو ما حطتش أي زيت في المعلقة يبقى العسل هيلزق جوه فيها وبالتالي هيبقى يقلل من الكمية اللي أنا مفروض أستعملها في الوصفة دي فأنا لو جبت السكر دوت وخلطته بالعسل الأسود هيديني السكر البني اللي هي معظم الوصفات وأنا بحاول على قد ما أقدر كل مرة أكرر الحكاية دي لأن طبعا دوت بناء على الأسئلة اللي بتيجي كتير معظم الدول ما فيهاش السكر البني والسكر البني هو عبارة عن سكر أبيض محطوط عليه عسل أسود اللي هو فيه طعم شوية من الحلبة واللي هو بيبقى معمول من عصير الأسر من عصر الأسر فبجيب السكر البني بحطه هنا بخلطه على بقية المكونات وبجيب جزء بجيب هنا عين جمل وبحطه ومعلقة من الزيت زيت الخضار الفانيليا بحطها هنا على الديق وهخليها هاجي هنا قبل ما استعمل الديق أصفي الميا اللي أنا نقعتها نقعت فيها البلح وبجيب البلح دوت وأحطه في حتة هنا وأحطه فيه شوية دقيق وهقول لكم السبب إيه أنا ما بجيب البلح وأحط أحط فيه دقيق كل قطعة البلح بقى عليها دقيق فإذا مش هتتعجن جوه مش هتبقى معجينة فأما أحطها هنا في الخلطة اللي أنا هعملها دلوقتي بتبقى سهلة إن أنا ما أجي أقطع الكيكة ألاقي قطع بلح فبحط هنا البيكينج سودا على البيكينج سودا بحطها على الدقيق وبخلط كل المكونات دي أتمنى ما تكونوش إطلق بطه أنا حطيت الأول الجبنة والبيض خلطهم على بعض وبعدين خدت جزء من الدقيق حطيته على البلح اللي أنا كنت نقعه في جزء من المياه المغلي وبعدين أحط آخر حاجة اللي هو البلح مع الدقيق اللي أنا نقعت البلح عشان يطرى شوية ولو كان بلح طري ممكن في الحالة ديت مش محتاجة نقعه فإذا الكيكة زي ما احنا شايفين دية شكلها أو تركيبتها ودية ممكن تتعامل في قالب ممكن أجيب قالب وأحطها فيه لو حبيت أعملها قطعة واحدة أو مدورة أو زي اللوف زي ما اللي هو الرغيف دوت ممكن بتعمل بنفس الطريقة فأحطها هنا وباملة الكواب ديت وبعدين بدخلها الفرن فهتدخل الفرن درجة حرارته 350 وأسيبها لمدة 25 دقيقة ولما بتطلع ده بيكون الشكل بتاعها تماما لما بعمل كيك بطلعه وأسيبه هنا على حاجة بحيث أن الهوى يبتدي يبرده فده هيكون شكلها من النحية دي وشكلها من تحت هي كده وأتأكد أنا بجيب سيخ خشب وأحطها من جوه علشان أتأكد أنها من جوه استوت فده هيكون شكل الكيك اللي أنا ممكن أحط عليه شوية سكر بودرة لو حبيت أممكن أخليه زي ما هو وبعدين ممكن أقدمه بطرق مختلفة وتعالوا مع بعض نعمل طريقتين زراف نقدم بيوم كيكة البلح دي ممكن أجيب شوكولاتة أسيح شوكولاتة وأحط هنا أجيب الأم عدوات اللي بنعمله من الورق وبعدين أجيب شوكولاتة سيحة وأحطها هنا جوه في القومة هنا وبعدين أعمل بيها أشكال مختلفة ولتكن ممكن طالما عاملين كيكة بلح ممكن نرسم نخلة فده يتبقى حاجة مناسبة وماشية مع الحاجة اللي احنا بنعملها عشان أعمل نخلة بعمل لها جزع وبعدين بطلع بالفوق كده وبعدين باجي يعني شكلها زي ما احنا شايفين وبعدين باجي من هنا هو كده وبنزل بحتة كده بنزل بقطع كده وبعلى من هنا بكرر الحكاية من ناحية التانية وبتبقى ديت نخلة طبعا مش لازم أكون فنان أو حاجة يعني صعبة أعمل حاجة صعبة دي حاجة بسيبه ديت وأحطها في التلاجة لغاية لما تجمد وده بيكون الشكل بتاعها ودي ممكن أزوق بيها أو أحطها على الكيكة فده يكون حاجة من الطريقة من الطرق اللي احنا ممكن نزوق بيها الطريقة التانية أنا ممكن أعمل زي موس الشوكولاتة وأحطه في الطبق نفسه نجيب هنا الطبق الأولاني ونجيب الكيكة ديت نحطها هنا ونحط في دي ممكن شوية كريمة او شوية شوكولاتة ممكن اخط شوية موس شوكولاتة من جوة هنا وممكن اخط حبة كريمة صغيرين واجيب النخل اللي انا عملته ده ونحطه هنا نسبته فيها ممكن نحط واحدة هنا ونحط واحدة الناحية التانية ده وقت يكون شكل الطبق اللي هو ممكن يتقدم بكيكة البلح ممكن لو حبيت اقطع قطع بلح واحطها حواليها او لو عندي كريز ممكن احط كام واحدة حواليها لللون وللطعم ولو حبيت اعمل اي نوع صلصة ممكن ارشها عليها انا ممكن اجيب كيكة من الكيكات ديت وبحطها هنا وده تبقى طريقة لتقديم كيكة البلح اللي ممكن ناكلها زي ما هي كده او نعمل لها شكل من الاشكال اللي عملنا اتمنى انتوا تجربوها جربوا دي وجربوا دي وجربوا دي لو عجبتكم غيروا البلح وملوها بتين بس ما عرفش بقى هتعملوا شجرة التين ازاي عرفونا وان شاء الله نتمنى نشوفكم المرات الان